مشروع كفالة الكتب الصوتية اكفل كتابا صوتيا يكون لك صدقة جارية وتنفع به المسلمين التفاصيل تجدونها في صندوق الوصف لن ينبع الصبر من حنايا نفسك لازلنا نبني حبنا لله على أسس سليمة أولها تأمل أسماء الله وصفاته قلنا أنك إن أتقنت التعامل مع البلاء فإنك ستفهم أسماء الله تعالى وصفاته أكثر وأكثر من خلال البلاء وهذا سيفضي في المحصلة إلى تحويل البلاء إلى سبب لزيادة محبة الله تعالى في المحطات الماضية تأملنا حكمة الله في البلاء ثم تودده لعباده بالبلاء اليوم نتأمل صفة أخرى من صفات الله تعالى ما هي هذه الصفة؟ أحيانا نعاني من مشكلة لا نعلم كم تستمر وإلى أي مدى ستتفاقم يشرق في نفوسنا الأمل بزوالها تلهج ألسنتنا بالدعاء لكن ما نلبث أن يعترينا الخوف ويتراء لنا شبح اليأس عندما نفكر في أن بلاءنا سيطول ويشتد نخاف حينئذ لأننا ننظر في جوانب أنفسنا وحناياها فلا نجد فيها ما يعول عليه أن يصبرنا إذا وصل البلاء إلى الدرجة المخوفة نتعامل مع المسألة بطريقة رياضية فإن كانت المصيبة مرضا يخشى أن يؤدي إلى العمى مثلا فإن نعقد المعادلة التالية لتخيل المستقبل أنا ناقص بصر يساوي إنسان تعيس وإن كان ابنك في غرفة العناية المركزة بين الحياة والموت فالمعادلة الحياة ناقص ابني يساوي حزن مستمر وهكذا إننا ننسى في معادلتنا هذه عنصرا مهما جدا وهو أن الصبر لن ينبع من جوانب نفسك الضعيفة عند حلول المصيبة أو اشتدادها إنما هو ينزل من عند الله تعالى المعين لمن يستعان به اختلف العلماء في اعتبار المعين من أسماء الله لكنه بلا شك من صفاته تعالى إذن فالصبر ينزل من عند ربنا المعين تماما كما ينزل النصر ينزل الصبر من عند الله لينصرك في معركتك ضد اليأس والحزن وإن ينصركم الله فلا غالب لكم لاحظ كما أن الله تعالى قال وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فقد قال وَاصْبِرْ وَمَا صَبَرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ فتركيب الآيتين متشابه إنها حقيقة مهمة جدا الصبر ينزل من عند الله وكذلك الأمان والسكينة والشواهد لذلك كثيرة كقوله تعالى ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسَا وقوله تعالى فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وقوله تعالى حكاية عن السحرة الذين آمنوا بموسى عليه السلام وهم على وشك أن تقطع أيديهم وأرجولهم من خلاف ويصلبوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبَرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ تصور دلوا يفرغ بصب ما فيه هم يطلبون من ربهم أن يصب عليهم الصبر صبا ينزل الصبر كالمطر على القلوب المرتجفة الحرة فيسكنها ويبردها إنها ليست نفسك البشرية الضعيفة التي يعول عليها أن تختلق الصبر وتخوض المعركة إنه الله المعين الذي يثبت يثبت الله الذين آمنوا وبما أنه الله الذي يثبت فليس هناك بلاء أكبر من تثبيت الله المعين إنه الله تعالى الذي يربط على القلوب المرتجفة التي كادت تنخلع من الصدر حزنا أو خوفا من المجهول وربطنا على قلوبهم وحينئذ فلا شيء يخيف إن كان الله هو المعين أم موسى عليه السلام ألقت ابنها في اليم فترك وراءه قلبا فارغا قلب أم فقدت فلزة كبدها فنزل التثبيت من الله وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين إذن فالصبر ينزل نزولا من عند الله المعين وبالتالي فالمعادلة لم تعد بالجمود الذي كنا نظنه بل أصبحت أنا ناقص بصر زائد صبر من الله تساوي إنسان راض الحياة ناقص ابني زائد سكينة من الله تساوي رضا واحتساب وانطلاقة جديدة أخي لسنا من الملاحدة الذين لا يؤمنون إلا بالظواهر المادية بل نحن نؤمن أن الله معنا ألسنا نقرأ في صلاتنا يوميا سبع عشرة مرة على الأقل إياك نعبد وإياك نستعين هل خطر ببالك وأنت مبتلى أن تتأمل هذه الآية عند قراءتها وتتصور قوتك وأنت تستمد العون من الله تعالى أمام البلاء لا تقل لن أصبر بل إن استعنت بالله أعانك انظر إلى قوله تعالى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وإلى ما حكاه عن يعقوب عليه السلام أنه قال والله المستعان على ما تصفون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استعنت فاستعن بالله لا تقل لن أصبر لا بلاء أكبر من إعانة المعين إن استعنت به بصدق تذكر أهل الأخدود وسحرة فرعون وماشطة ابنته كيف نزل عليهم صبر عظيم مقابل بلائهم الشديد بمجرد أن خالط الإيمان قلوبهم فطابت نفوسهم بالتضحية في سبيل الله مع أنهم عاشوا حياتهم قبل ذلك مشركين فالذي صبرهم قادر على أن يصبرك إذا لجأت إليه لا تقل لن أصبر فكل ما عليك فعله هو أن تستعين بربك الرحمن المستعان قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم ومن يتصبر يصبره الله لا تقل لن أصبر بل إن استعنت بالله فسينزل عليك الصبر بالمقدار المناسب ليطمئن قلبك مهما كان حجم البلاء قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم أي يهد قلبه للخير والصبر والرضا عند المصيبة لا تقل لن أصبر بل انظر إلى هذا الحديث العظيم الذي يلخص محطتنا هذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يصححه الألباني إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤونة وإن الصبر يأتي من الله على قدر المصيبة لاحظ ألفاظ الحديث إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤونة على قدر التكليف وإن الصبر يأتي من الله على قدر المصيبة الصبر يأتي من الله تعالى المعين ليس من جوانب نفسك الضعيفة بل من الله وبأي مقدار على قدر المصيبة بالمقدار المناسب وخلاصة هذه المحطة كل ما عليك فعله هو أن تتبرأ من حولك وقوتك وتوقن أنه ما لك إلا الله فتستعين بالمعين وتصلح علاقتك به تعالى لتكسب معيته وحينئذ فلا بلاء أكبر من إعانة الله المعين